اشتركوا في القناة ولا احد يدقق وراي ولا انا بكون كاتب انا بحطها الخارطة الفلكية وببلش احكي عادي جدا اخربط بكلمة اخربط بتاريخ اخربط برقم عادي مش قرآن انا بحكي يعني وثاني اشي يعني ما خربتش الدنيا يعني مدام انت مدقق علي ومدقق انت وعارف انه انا غلطت معناته انت عارف الصحيح ما رح اقول لك انت غلطان يعني الا اذا في شغلة معينة انت اجتهدت فيها مثلا وكان فيها خطأ بصلح لك الخطأ ولكن انك اكتشفت اني انا غلطت في شاء غلط يعني ما خربتش الدنيا يعني ما ما نهارش الكون يعني ما عملتش اشي يعني لازم ينعمل لي دد دد عليه فيا ريت اللي بكتشف شغلة بكتبها بقول لدكتور اخطأ في كذا اخطأ باليوم اخطأ بالتاريخ هذا اخطأ بالشغلة هاي انا بحط لك لايك يعني بحط لك انه انت صح يعني انت اللي بتحكيه صح انا اللي غلطت انا نفسي اقدر اني اصير اكتب على ورقة مثلا واقرأ ولكن لما بكتب على الورقة الا اطلع عن النص واصير احكي ارتجالي طول العمدي وانا بالاذاعة بحكي ارتجالي وانا على التلفزيون بحكي ارتجالي وانا في البث المباشر معاك وشفتوني بحكي ارتجالي انا زلمي خلص عندي بحب اشغل مخي فعشان هيك بعد مرات الورقة والقلم هاي بحسها بتاخذ من وكتي يعني الا في شغلات حسابية معينة بطر اني انا بدي احسبها لمعلومة خاصة جدا يعني فهاي بحسبها حسابيا وبعطي جواب عليها ولكن لما بحكي حنقات توقعات يومية خلص حكيت القمر موجود في البرج الفلاني انتهى الموضوع يعني الكل صار عارف انه تأثيراته رح تكون هيك يعني انا عامل حلقتين مثلا عن الزهرة وعن عطارد انه هذولا بدهم ينتقلوا لتاريخ كذا رح يظلوا موجودين في البرج الفلاني اخطأت في ذكر الترتيب طب يعني بحكي في خمس احداش طب مراح خمس احداش يعني ما غلط يعني ما كفرتش يا جماع ماشي وبطلع لي واحد بيقول لي انتي دايما بتخربط انتي دايما بتغلط يا اخي ما عجبكش انتي زرامي دقيق لهالدرجة يعني خلص رح يحسب لحالك يعني تسمعنيش يعني عدل لي المعلومة انتي عدل لي المعلومة بلكي انا زرامي غلطان عمدا كيف بدأت فلسفة ماشي بلكي انا غلطت عمدا عشان اشوفكم من تبهين ولا مش من تبهين بلكي 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 ايضحك الشريرة الله يسعدكم يا رب بس حبيت اني انا وانا نقطة هاي ثاني نقطة انا صار لي اكم حلقة لا بذكر لا على التعليق ولا بذكر على الكومنتات ولا على اللايكات ولا على الهات فيعني دعمكم الحمد لله الحلقة الماضية ما هي كانت مسجلة قديمة يعني فعشان هيك خلص كنت حكي اني انا بديش اذكركم فلا يعني في ناس لازم اذكرهم طلع طيب خلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ثمانية تشرين الثاني نوفمبر القمر هو موجود في منزلة البلدة الان حاليا موعد بث الحلقة وهاي المنزلة حكينا هي للثبات والربح والسلامة القمر رح يمخذ فيها لتمام الساعة ووحدة وثلاث دقائق من صباح اليوم الاثنين ماشي بعدها بدوا ينتقل القمر لمنزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص والحرية كل الاوقات اللي انا بذكرها بتوقيت بتوقيت جرينيتش بطلت اذكر توقيت ثاني لانه في ناس صارت تخربط خصوصا المقيمين برا او في دول الغرب او الدول الاجنبية اه صاروا يخربطوا ما بين التاريخين اللي انا بذكرها فعشان هيك نذكر توقيت جرينيتش كل واحد بحط الفرق على حسب البلد اللي هو موجود فيها توقيت جرينيتش يختلف عن توقيت بريطانيا جرينيتش هو توقيت العالمي بالنسبة للاردن بفرق ساعتين باقي الدول ما بعرف كل واحد يحسب لحاله بالنسبة للقمر الان هو موجود في برج القوس طبعا احنا في فترة خلوه مسار الان اللي هي خلوه المسار اللي ذكرنا يوم امس رح نعيده طبعا اليوم بما انه التأثيرات ما زالت انه احنا في موجودين في برج القوس فعشان هيك بظل الابتهاج موجود يعني فيه نوع من انواع المرح في حيوية موجودة سهل ان واحد ينكت او يضحك او هذا رغم الضغوطات الفلكية الا انه الابتهاج بيسيطر على اغلب الناس وببحثوا عن المرح اكثر ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما او تجربة الحظ طبعا اليوم يعني ماشي حاله اما من الايام الماضي كان فيه نوع من النوع الصعوبة تخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة طبعا للزاوية اللي ذكرتها انا يوم امس اللي هي زاوية المريخ وزحل هاي زاوية ما تشكلت يعني بلشت هي زاوية من فصلي يعني تأثيراتها بلشت من يوم امس بلشت تأثيراتها طبعا كل ما اقتربنا ليوم 11-11 بتزيد وطئة العنف اكثر فهاي زاوية هي لها علاقة بالمواجهات والموشاحنات واعمال العنف وهاي بتخلف مشاكل بتخلينا عصبيين شوي ما بنتمالك اعصابنا ما عنا قدرة على ضبط النفس اثناء التعامل مع الغير لازم في هاي الفترة نتجنب المواجهة مع الاشخاص بيتفاقم عنا اي شعور بالملل بيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير هاي تأثيراتها الساعة مستمرة فعشان هيك رح اظني اذكر فيها كل يوم لانه انتو شايفين الوضع انه بلش يحتدم دوليا حتى في بعض المناطق او في مناطق ما بالنسبة للان احنا في فترة خلو مسار خلو المسار هذا بدأ من الساعة وحدة وثلاثة واربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بتوقيت جرينيتش رح يستمر حتى الساعة وحدة وثلاث دقائق دقائق عشان ما حدا يصلح ليه نحو بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بعد منتصف ليل الاحد على الاثنين الساعة وحدة وثلاث دقائق صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعة من الزوايا اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمانتعشر دقيقة صباحا يعني بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا رح نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تتليف ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا هاي كل الزوايا تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعة المساء الا هاي الزاوية الاخيرة لانه الساعة تسعة وسبعة واربعين دقيقة مساءا بتبلش تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر لغاية ساعات صباح اليوم التالي ماشي بالنسبة للاعضاء المعرضة بما انه القمر رح ينتقل اليوم ويستقر زي ما حكينا في برج الجدي وتأثيرات القمر لما بيكون في برج الجدي هي طبعا هي من ساعات الصباح بتبلش التأثيرات انا كان من المفروض اني اذكرها قبل الزوايا الفلكية ولكني اخرتها عشان اذكرها مع الوضع العلاجي فطبعا تأثيرات القمر لما بصير موجود بالجدي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء تأمين او تجديد تأمين طبعا بالنسبة للاعضاء اللي بتكون ضعيفة في فترة او بصير التركيز عليها اكثر لما بصير القمر موجود بالجدي هي اول شي الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة او اللي هي الركبة بمعنى اخر اللي هي صابونة الرجل البعض بسميها هيك العظم الاسنان الاوتار الاربطة الجلد الشعر الاطحال وجهاز التوازن هدولة نقاط الضعف اللي بتتحسس هاي الاعضاء بفترة وجود القمر في الجديد فعشان هيك لازم نوفر لها العناية اللازمة الان اذا واحد بشكي من هاي الامرض او عنده تعب في هاي الامرض حابب يعمل الها فحصات ويبدأ باخذ علاجات فهي هذه الفترة الانسب لهذا الموضوع يعني هي فترة لاخذ علاجاتها او مراجعة طبيب لمعالجتها او عمل فحصات لا الها الان عمليات جراحية طبعا ما تصلح لا هاي لانها هاي نقطة ضعف الان موجودة ماشي يعني هاي هاي الاعضاء اللي انا ذكرتها الان هاي نقطة ضعف هي ضعيفة وحساسة كيف انا بدي اوصي بعملية جراحية لالها لا انا بوصي لعمليات جراحية لباقي الاشياء ولكن هذه للعلاجات والفحص والتصوير والاشعة الاشرف الشغلات التكملية بركز عليها ماشي ماء طيب اليوم هو بطبيعة الحال يوصى باجراء العمليات الجراحية يعني يوم جيد للعمليات الجراحية ولكن مش للأعضاء اللي احنا ذكرناها يعني لاي شيء اخر طيب اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة ولكن غير مناسب لازالة الشعر الزائد لانه ذكرنا الجلد ماشي فهو بقمة حساسيته بكون ولا يصلح لقص الشعر لانه برضو ذكرنا رغم انه في زوايا ممتازة جدا ولكن انه لا يصلح لقص الشعر التجميلي لازم يكون اليوم سعيد وطاقته عالي جدا وللاضطراري بعمل قص انا للشعر الصبغ برضو نفس الشيء والقص العلاجي لا يصلح نهائيا يعني لسه لما يصير القمر زاوية تزديس ممكن في هذه اللحظة نوصي في هذا الموضوع اما بالنسبة لمطعوم كورونا فهو جيد اليوم ولكن زي ما حكينا انه يفضل اخذ اسبرين او مميعات لمدة ثلاث ايام وبندول او براستمول لمدة ثلاث ايام اللي هو حبتين خمسمائة او حبة الف كل ست ساعات طبعا القمر موجود بالجدي زي ما حكينا خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء تسعة احداش بيبدأ في تمام ساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى اليوم التالي اي حتى صباح يوم الاربعاء اللي هو لساعة ثلاثة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اللي هو القمر الهلال اربع ايام في تمام الساعة التسعة صباحا بيصبح خمس ايام نسبة الاضاءة بتصير عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في القوس بدي ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي حتى يوم عشرة احداش سعيد بنسبة 90% عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر ما زال موجود في البيت التاسع فبظل النشاط مسيطر على مجالات الدراسة والسفر والاتصالات لسيامة لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضك يخرج في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح اللي هو وقت انتقال القمر اللي هي الفجر الباكر الانتقال القمر للجدي بعدها بصير القمر في بيتك العاشر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه اليوم في ساعات النهار ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تتقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسئوليات أو تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسئوليات لأنها هاي فترة واعدة إذا استغلت الفرص وكنت جاهز كمان أنك أنت تحقق بعض المكاسب برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء لأنها هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير وممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات اليوم بيحملك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا رح تفرح اليوم لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعيدي الأجواء بتصير إيجابية من ساعات الصباح والنهار كامل إيجابي بالإذن الله برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن القمر ما زال مقابلكم لغاية ساعات الصباح فهذه الفترة بتظل فيها نوع من أنواع السلبية وفيها ضغط عليكم ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور بمجال ما فهذه فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة ولكن الاهتمامات كلها رح تكون على المستوى المالي فعشان هيك الأجواء بتصير إيجابية شوي وخصوصا من ساعات الصباح ممكن تهتم ببعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الصرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح عشان هيك بدك تكون منظم وتحاول أنك تحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول أنك ما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم حولوا ما ترتجلوا كلام وحاولوا أنكم ما توجهوا ملاحظة لأن خصمك في هذه الفترة بكون قوي وما بيرحم ابتحملك هذه الأيام أو خصوصا أن القمر رح يظل موجود يعني بمراحل المقابلة إلك شيء مهم أو ارتباط مهم عشان هيك لازم تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم لغاية ساعات الصباح فممكن من الآن لغاية ساعات الصباح تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحيح الأخطاء أما في ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد فلا تهملوا صحتكم وحذروا من التعب الصحي أو الجسدي بيمنعك الوضع الصحي من أداء واجباتك اليومية ما في إيش بخوف ولكن الاحتياط واجب ممكن تظهر اليوم مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى من خلالها إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار طبعا من الآن لغاية ساعة ما بعد منقصف الليل لغاية ساعة الصباح فبتدعمك الحضوض وبتكون جريب في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك لا تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي من الآن لغاية ساعات الصباح مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وبدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة بتتعلق بدعم مالي أو قرض أهم شيء أنك ما تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات يعني تعتبر الفترة إيجابية ممكن أنك تحقق من خلالها ربع أما في ساعات الصباح بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنك تتحرك بنشاط لأنه اليوم ممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط حول أنكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك ممكن تحقق نجاح باهر من الآن لغاية ساعات الصباح أما في ساعات الصباح بتعيد وتنظيم ميزانيتكم أهمش أنك ما تغامر بأموالك لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة لأنه اليوم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتكم لغاية ساعات الصباح وبهيك بتحس بنوع من أنواع الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر في الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات الصباح بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالك اليوم ممكن تسمع خبر صار برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم يعني أو من الآن لغاية ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديقه منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تتعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات الصباح بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكون تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض وبرضو طاقتك بتكون ضعيفة لأن القمر بيصير في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المونخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك عند أقل مطب برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل من الآن لغاية ساعات الصباح اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات الصباح بيصير النشاط اجتماعي أو نشاط مع الأصدقاء فاليوم ممكن تلتقوا الأصدقاء منكوا أشخاص ممكن يحاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم شيء أنكوا ما تبقوا بشكل فردي يعني وحيدين يعني بتكوا تختلطوا اليوم بالمجتمع عشان تشعروا بمتعة هذه الأيام فهي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو حتى مهنيا وحتى عائليا فعشان هيك اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والموعيد وحتى المناسبات طبعا هيك إحنا منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم طبعا إلى أكم يوم أنا ما شكرتش الأشخاص المنتسبين بالقناة وبرضو ما شكرت الأشخاص اللي بيعلقوا واللي استمروا بالتعليق حتى لو أنا ما ذكرت واللي استمروا بوضع اللايك حتى أنا ما طلبت منهم فشكرا لكم جميعا على هذا الدعم المميز هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر